أهلا بكم نبدأ من الغاردين البريطانية التي نشرت مقالا للصحفية الأوكرانية ناتاليا جومينيوك قالت فيه إن الأوكرانيين قاتلوا من أجل بلدهم لكن الشعور بالذنب هو الغالب عليهم بأنهم لم يقدموا ما يكفي تضيف الكاتبة أن الأوكرانيين دافعوا عن بلادهم لمدة عام كامل دون انقطاع مشيرة إلى أن المهمة حاليا تتمثل في تحويل الشعور بالذنب إلى شعور بالواجب من أجل المحافظة على قوتهم بينما قال الكاتب تيموفي بورداتشيف في مقال بصحيفة فيزيبلياد الروسية إن الظلمة كان أساسا نظام العالمي بعد عام 1991 أضاف أن الدول الغربية تتلجأ إلى ما سماه مقاومة العملية التاريخية التي تحرمها حتما من احتكارها للسلطة كما حدث مع جميع أمبراطوريات العالم ويقول الكاتب إن الغرب لا يعترف أبدا بحقيقة أنه حقق تفوقه بفضل نظام عالمي غير عادل لكن التاريخ عاد إلى سياقه مرة أخرى وبات هناك إدراك كامل بقيمة روسيا وإمكاناتها وفق ما يقول الكاتب تتحية صحيفة جلوبل تايمز الصينية دفعت عن مبادرة بيجين لإحلال السلام في أوكرانيا تزامنا مع حلول الذكرى الأولى لبداية الحرب وتقول الصحيفة إن الحاجة للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا ملحة اليوم خصوصا للدول النامية الأكثر تضررا من الحرب في أوكرانيا وتضيف أن خطة الصين لحل الأزمة تتناول قضايا دولية أشمل من الصراع بين روسيا وأوكرانيا من قبيل الحرب النووية والأمن الغذائي والاستقرار الاستراتيجي العالمي واعتبرت أن الغرب لا يظهر رغبة في جلوس طرفي الصراع إلى طاولة الحوار بل يسعى لتأجيجه وتحقيق مصالحه الخاصة وعوض التشكيك في مبادرة بيجين بذريعة التقارب بين روسيا والصين تنصح الافتتاحية الغرب بالاستفادة من هذه العلاقة لحل الصراع كتب فريديريك بوبان في صحيفة لوموند الفرنسية عما سماه أفول الربيع التونسي وقال إن آخر حلقاته هذا الهروب إلى الأمام والقمع الكبير الذي يمارسه الرئيس قيس سعيد على حساب سمعة تونس المتضررة جدا على الصعيد الدولي وسرد الكاتب المراحل الزمنية لحكم سعيد التي انتهت بنجاحه في إحكام قبضته المطلقة على الحكم من خلال القمع والاعتقالات والمتابعات القضائية وحمل الكاتب السياسيين التونسيين جزءا من المسئولية فيما وصلت إليه بلادهم اليوم لأنهم كما قال استخفوا بهذا الدخيل على السياسة وفق وصفه الذي سرعان ما قلب الطاولة على الجميع عندما لاحظ أن الفوضى التي يبتغيها صعبة التحقق في ظل النظام البرلماني في السياق ذاته رأت الكاتبة التونسية ثروة البوليفي في مجرد فورن بوليسي أن الشباب التونسي لا يثيقون بالرئيس قيس سعيد بعد الآن إذ بدأ أولئك الذين دعموا الرئيس سعيد وانقلابه يشككون في قدرته على إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة وتقول الكاتبة إنها تحدثت إلى شبان تونسيين دعموا ما وصفته بانقلاب سعيد عام 2021 لكنهم غيروا موقفهم بعد أكثر من عامين تحت حكمه مشيرة إلى أن كل من قابلتهم طلب نشر أسمائهم الأولى فقط تضيف أن التونسيين يطلبون حاليا من الرئيس سعيد التقليل من تصريحاته وأحاديثه والتركيز على مزيد من العمل رأت صحيفة يديعوت أحرنوت في مقال افتتاحي أن اتفاضة فلسطينية جديدة ربما تكون قد بدأت بالفعل يضيف المقال أن ما سماه القتال الذي شهدته معركة الأربعاء في نابلس حدث آخر مرة ما يشبهه فقط خلال الانتفاضة الثانية وهذا يشير إلى شيء واحد فقط أن الجيش الإسرائيلي لا يقاتل الذئاب المنفردة فقط بل سينضم عامة الشعب الفلسطيني إلى القتال عاجلا وليس آجلا قد لا يكون هناك عشرات الألاف من الفلسطينيين في الشوارع بعد وفق الصحيفة لكن المسار واضح بالاتجاه نحو التصعيد وترى الصحيفة أن كثرة الإضرابات في الأراضي الفلسطينية ستؤدي بألاف الشباب الفلسطينيين إلى الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي معاناة السكان في شمال سوريا لا تتضاءل مع ابتعاد لحظة وقوع زلزال السادس من الشهر الجاري بل تتضاعف وفق تحقيق لصحيفة لوموند وتنقل مراسلة الصحيفة مشاهد مؤلمة من حياة الناس في بلدة جنديرس المتاخمة للحدود التركية والتي تعتبرها المراسلة نموذجا للمعاناة والإهمال فلا شيء على ما يرام فيها منذ اللحظة الأولى للزلزال ولا شيء تحسن لقد اضطر أهالي البلد العرب والأكراد إلى التكفل بشؤونهم بأنفسهم من بحث عن ذويهم بين الأنقاض إلى توفير المأكل والمبيت والدواء وسط انهيار كاملا للحياة وتشير الكاتبة أيضا إلى صخط الناس من التمييز مع وجود كثير من النازحين من الداخل السوري وتنقل عن أحدهم قوله إن المساعدات عندما تتوفر تذهب أولا إلى من يحملون السلاح بينما يعامل الآخرون معاملة الكلاب وفق تعبيره من هذا الخبر ننهي جولة الصحافة إليك ليلى